عايز أوجه رسالة للجمهور رسالة للجاي عشان اللي جاي لسه صعب عشان هم هم نفس اللعيبة دول اللي انتوا في أوقات كتير أو لجزء من الجمهور أنا عايف أن فيه كتير من الجماهين النادي الأهلي بتدعم زي ما قلت على الحلوة والمر لكن في أوقات كتير وبالذات على السوشيال ميديا الحقيقة يعني أنا ما بحبش السوشيال ميديا أوي يعني وعرف أنه أغلبهم بيبقوا شغلهم ونزقوهم وأكل عيشهم وفيه ناس بتاخد فلوس على ده لكن في النهاية أهم ما بيأثروا فيه خلينا نقول في جزء من قاعدة الجماهرية والشعبية للنادي الأهلي في وقت ملاوات بيتم استدراج جزء كبير من جمهور النادي الأهلي أنه يبقى سلاح ضد فرقته نفس اللعيبة دي ونفس الفرقة دي هي اللي تهجمت في وقت ملاوات واللي تقالت أنه الأهلي محتاج تيم جديد في سوق الانتقالات واللي تقال أنه عدد كبير جدا منهم ليصلح خدوا بالكم خدوا بالكم بالورع والقلم الفريق ده هو هو نفس الفريق اللي شارك في بطولة كاسة عاملة أندية اللي فاتت واللي شارك في بطولة كاسة عاملة أندية اللي قبل اللي فاتت ما فيش جديد باستثناء مروان عطية وباستثناء خالد عبد الفتاح دي الإضافة الجديدة اللي ظهرت على سكواد الأهلي في البطولة دي صفقات الأهلي اللي أبرامها مسؤولي النادي الأهلي وقدرت نادي الأهلي في المركاتو الصيفي والمركاتو الشتوي أغلبها لم يشارك برونو سافيو بره وأعتقد كابتن سامي أمصان تكلم ووضح كتير من المغالطات المتبطة باسم برونو سافيو في الفترة الأخيرة وأنه برى الحسابات ومشكلات جوستافو والكلام ده ليس لها أي أساس من الصحة كريستو محمد الضاوي شادي حسين وطبعا ميسي اللي طلع عارف فبالتالي الأهلي تقريبا داخل البطولة بنفس الاسكواد هم هم نفس اللعيبة اللي وقفوا في كاس العالم ورفعوا رأسكم ومشرفوكم في أوقات كتير جدا ممكن يبقى فيه زلة وممكن يبقى فيه سقطة وممكن يبقى فيه كبوة لكن الأهم أنك أنت تعرف تقوم منها بسرعة وترجع بطل ترجع بطل سوبر ترجع المتصدر الدوري ترجع متأهل لنهائي الكاس ترجع متأهل لمربع الدهب في كاس العالم للأندية